للسيد أدهم الشاعر الرائع زيك يا أدهم؟ زي حضرتك عاموا لي يا أدهم؟ الحمد لله أنا بحب اللون اللي أنت لابسه ده جداً بجد مش هزاء وعندي جاكت بنفس اللون بس بقت نتش فقالولي إيوه عايتيجي بيه ده منتوش بس أنت الجاكت بتاعك أكثر الشيء إيوه عربت ينسب عليك وياخده منك الراجل بتاع المطار ييجي ياخد الجاكت بتاع أدهم بقى من المطار في الشعر صح؟ أنا ينفعد بنفسي أرجوك معاكم أدهم الجمال الملقب بين إسرائيل شعراء شعراء الشباب شعراء المستقبل ابن كرال الهيئة الوطنية للإعلام المصري حاصل على ماجستير مهني مصغر أصغر مدرب معتمة تنمية بشرية تنمية مهارات من الأستاذ سيد الفقي أخو الدكتور إبراهيم الفقي رحمة الله عليه والدكتور مصطفى العدلي رئيس أكاديمية انطلاقة للبحث والعلومة الإدارية صاحب ديوان أمي اللي محقق أكتر مباعة في معرض الكاهرة الدولي أصغر كاتب وشعر في مصر والوطن العربي بس كاتب شعر مش كاتب كصص حلو شعر إيه؟ عمي ولا؟ عمي 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 اسمه أمي أمي اخترت أول دي واللي كيبقى اسمه أمي ليه؟ هو سؤال بني وبينا كعاق يعني غريب السؤال دو تسأل علي كزا مرة أولا في معرض الكاهرة الدولي تسأل علي كتير من الإعلام كل مرة بتقول نفس الإجابة؟ كل شوية قولي ليه؟ شمعني يعني كتبت أمي ما فيه ناس بتكتب حاجة غير أمي بقول لأم أمي الحنان أمي الأمان كنت بسمع أمي كانت بتقول يا رب كما جعلت حب سيدنا يوسف في قلوب الخلق وكل الناس اجعل حب أدهم الجمال في قلوب الخلق وكل الناس أمي الحنان أمي الطيبة أمي مدرسة أمي الجنة أمي دي هي كل حاجة في الدنيا إحنا من غيرها ولا أي حاجة في الدنيا أتفق معي جدا أتفق معي